أهلا بيكم وحلقة جديدة من برنامجكم الأهلي خط أحمر والدوري 43 في الجزيرة أهلا بيك يا سينا أهلا بيك يا فارس والدوري 43 في بيته بيته اللي هيعرف يصونه بيته اللي هيعرف يقدره خلاص علاقة الأهلي بالدوري المصري علاقة أبدية يتخللها بعض الاستثناءات بعض الاستثناءات وعشان كده فوز النادي الأهلي بالدوري هو القعد ما دون ذلك هو الاستثناء تحس ان الدوري رجع مكانه تحس ان الدوري نفسه فرحان تحس ان البطل اللائق لبطولة الدوري هو النادي الأهلي تحس ان بطولة الدوري دايما مكتوبة على اسم النادي الأهلي وعلى فكرة عودة البطولة للنادي الأهلي والدوري 43 كانت رحلة مسهلة زي ما البعض يعتقد كانت رحلة وراها أمور كتير جدا وكواليس كتيرة جدا عشان ما كانش ينفع تخسر اللقب للسنة الثالثة على التويل اللي حصل اتمنى يكون بداية لسنوات جاية النادي الأهلي بيحتفظ بيها بالدوري لسلسلة مواسم متتالية النادي الأهلي ده جماعة واول ما قلنا يا دوري مصري تسع دوريات متتالية بسم الله الرحمن الرحيم حنبدأ يا جماعة بطولة اسمها بطولة الدوري فالنادي الأهلي بياخد الدوري تسع مرات هو ده النادي الأهلي هي دي الفكرة هي دي الحدوتة البطولة في النادي الأهلي بطولة الدوري هي جزء من تاريخك وعشان كده أنا بالنسبة لي بطولة الدوري يا جسيمة حاجة هي من أهم البطولات للنادي الأهلي لأن أنا رأيي المكون الشعبي للنادي الأهلي وجزء كبير جدا 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 من شعبية النادي الأهلي اتبنت ببطولة الدوري وجزء كبير جدا من سيطرة النادي الأهلي وفكرة هيمنة النادي الأهلي اللي بناها بطولة الدوري في بعض البطولات قد يكون حدث تقارب في وقت من الأوقات فبعض البطولات قد يكون دلوقتي نادي الزمالك أو أي منافس آخر بيقرب فيه أوقات بتبعد وفيه أوقات بتقرب إنما بطولة واحدة طول الوقت كان عنوانها الرئيسي النادي الأهلي وكانت هي البطولة اللي على مر تاريخها كانت بطولة المحببة هي بطولة الدوري فمبروك للدوري مش للنادي الأهلي عودت النادي الأهلي ليه بالتأكيد مبروك للدوري المصري الوصوله لمكانه الحقيقة شفنا الصورة الصعبة جدا اللي وصل بيها درع الدوري ولكن خلص زي ما قلنا كده النادي الاهلي هيعرف يصونه وعشان كده زي ما ابتدى الدوري ده والدرع ده موسم 48-49 ببطل اسمه النادي الاهلي بينتهي في موسم 2023-2022-2023 ببطل اسمه النادي الاهلي وطبعا كلنا عرفنا الخبر ان فيه درع دوري جديد بداية من الموسم القادم وشأن الدرع الدوري الحالي ان بيتقال ان الاتحاد المصري اللي كرة القدم هيضع في احد المتاحة هنا بقى لازم يكون ليك مطالب ومطلب عادل جدا 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 ليه مطلب عادل الدرع ده لازم يتعامل منه صورة طبق الاصل تتواجد في دولاب بطولات النادي الاكثر حصولا على هذا الدرع انا واخده 43 بطولة انا بادئ الدوري انا ناهي الدوري انا لازم يكون عندي نسخة من الدرع ده كالنادي الاكثر حصولا على بطولة درع الدوري اتمنى اتحاد كرة القدم اتمنى ربطة الاندية يكون عندهم تأدير لتاريخ النادي الاهلي من البطولة المحببة لقلب جماهير النادي الاهلي اللي ربما في بعض الاوقات تستشعر صباح الفل احنا خدنا الدوري يعني كأنك بتقول لحد صباح الخير لكن لما بيغيب عنك موسم لما بيغيب عنك يوم لما بيغيب عنك لحظة لا ماينفعش ده ملكية خاصة ده البطولة اه اللي انا ممكن مفرحش بيها زي ما انت شايف او بشكل مبالغ ولكن في النهاية ما تاخدوش مني ده ملكية خاصة عشان كده انا عجبني جدا الاحتفالات اللي حصلت وبقول من قبل النادي الاهلي لان الحقيقة المشهد اللي انتو شايفينه ده ناس كتير طلعت اشهدت بالتنظيم والربطة وبرضو كنت اتمنى يكون حد ممثل عن الاتحاد المصري للكرة القدم انا عارف ان البطولة متعلقة بربطة الاندية ولكن ده درع الدوري النقطة التانية والاهم انا بشوف ان النادي الاهلي وتنظيم النادي الاهلي ويعني طوق الورد الكابتن محمود الخطيب اسطورة كرة القدم المصرية زين بي يعني اعناق الابطال كان ده شيء الملفك في الحدث انا كنت اتمنى يكون الحدث يليك خاصة ان انت ما تفاجئتش كربطة اندية بان النادي لها البطل الدوري على الاطلاق ده كان عندك مساحة كان عندك وقت كان عندك تقدر تعمل تنظيم بشكل اكبر من كده افضل من كده كان لازم يكون عندك رؤية لما هو قادم في المواسم القادمة ازاي تحتفل بالبطولة المحلية الاهم في مصر ليه بنقولي الكلام ده لان انا ان شاء الله واثقين ان المواسم الجاية احنا اللي نكون موجودين برضو على المنصة ابطال الدوري وهنا قلناها مرة واثنين وثلاثة لما بنقول النادي الاهلي قادر على الاستحواز على البطولة الدوري لمواسم متتالية فاحنا بنقول لما بنبص في التاريخ لما بنبص نشوف مصير البطولة دي ايه لما بنبص نشوف احنا عملنا ايه وبناءنا عليه بنقول احنا نقدر نعمل ايه عشان كده احنا احلامنا بنحولها بمجهودنا بتعبنا الى واقع لكن احلامك انت بتتحول لواقع للنادي الاهلي وبتتحول ليه كانت كاوهام الف مبروك لجماهير النادي الاهلي السند الحقيقي على مدار تاريخ النادي الاهلي البصلة اللي ممكن توجه اي شيء للاتجاه الصحية طبعا الكلام ده مش متعلق بقرارات منوط بيها مجلس الادارة ولكن بتعلق بدعم بيتواجد وقت الازمة هتلاقي دايما جماهير النادي الاهلي وقت ازمة الفريق على قلب رجل واحد وعشان كده النادي الاهلي دايما رقم واحد